من فيض تراتي للأنفاس بالشوق ويجمعها الإحساس وحديث الجمعة يتجلى ادعوا للخير قلوب النار الحمد لله وحده وأصلي وأسلم علاما لا نبي بعده مرحبا بكم ومع حديث الجمعة والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته هل هناك من المحرومين حتى من أجور كالجبال لا زال العمر كله في الحرمان يخوضون من أشد الحرمان ليس أن تحرم من الطعام ولا من الشرب إنما من موسم من مواسم الجنة وموسم من مواسم إطالة الأعمار وموسم من مواسم كثرة الصلاة على خير الورى عليه الصلاة والسلام وموسم من مواسم الدعاء ثم تجد أن هذا المسكين له غطيط تحت لحافه إن السهرة قبل يوم الجمعة في ليلتها أثر على كثير من الناس من أخذ هذه الكنوز والله كنوز كنز عظيم إن شئت بالخلوة أم بالدعاء أو الاستغفار والذكر والدعاء إلى غير ذلك البعض حقيقة يأتي بل إن بعضهم لربما ترك الجمعة تصدقون أن هناك أناس لهم غطيط وشخير تحت فرشهم والخطيب يصلي على محمد فوق منبره ويدعو للمسلمين فوق منبره والملائكة قد تنزلت لشهود هذا الخير والبعض نائم حرمان خسارة للأعمار نعم للأعمار تصور لو أنك في كل جمعة تبكر أربع جمع وكان الله يعطي كل مبكر أجر صيام سنة واحدة أي أنك في كل أربعة أشهر تصوم أربع سنوات وتقوم أربع سنوات أي حرمان سؤال لو أن هناك جائزة سيارة وضعت لشبابنا على أبواب جوامعنا فقيل أول مبكر للجمعة يعطى هذه السيارة أحسب أن بعضهم سينام على عتبات الجوامع يريد سيارة أين الأجر الذي هو أعظم من هذا كله أين الأجور التي هي كالجبال إذن السهر الذي سبب الكسل في يوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس ما أعظم أن نرتب أحباب أولوياتنا فضل الله كرم أننا نعيش يوم الجمعة نعيشها إجازة بلاد المسلمين كثيرة بعضهم لا زال يعمل في يوم الجمعة يتمنى أن يبكر للجمعة يتمنى أن يقرأ سورة الكهل يتمنى أن يتفرغ للصلاة والسلام على رسول الله وأنت وأنا في جنان يوم الجمعة لربما تركنا هذه البساتين من الذكر انشغالا بماذا؟ انشغال بسهر و بقيل و قال والبعض يقوم قريبا من العصر بنفس كريهة خبيثة ترك الخير كله خلفه ثم استيقظ ليسهر الليلة التي بعدها و ضيع العمر ما بين نوم و كسل دعوة للجميع و لنفسه ابتداءا أن نستعد ليوم الجمعة بالنوم مبكرا بالتخفف من الطعام بالحرص على قيام الليل في ليلتها بالصلاة الفجر جماعة حتى نشهد قرآنها ثم ننطلق بعد ذلك إلى الجمعة مع أول ساعة و من يوم تدخل الجامع يرتفع لك قربانا و هو إلى الله قربان بدنة كاملة اللهم يسر لنا اليسرى و جنبنا العسرى أستودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة